عيت الشعب هي دائما تلك القرية التي تشك إلى رأس الحرب لحزب الله في قتاله مع الجانب الإسرائيلي والتي تعرض منذ أكثر من 23 يوما إلى ضربات مستمرة من قبل القوات البرية الإسرائيلية طيران الحربي الإسرائيلي والقتال يبدو صعبا ولربما الجانب اللبناني تحديدا حزب الله يريد أن يخفف من الضغط على قواته إذا كان بقي منها جزء داخل عيت الشعب وذلك بضرب تلك المواقع لأنه يمكن أن يكون هناك حشودات للقوات البرية الإسرائيلية ولذلك تم إطلاق هذه الصوريخ بهذه المنطقة أما في الدوحة فالقضية الآن تتعلق في ملف سياسي غاية في الأهمية نعم هذه المفاوضات تضم الجانب المصري والجانب الإسرائيلي والجانب القطري والأمريكي مع ويليام بيرنز وهو رئيس المساد للإسرائيل رئيس السياي إيه وطبعا هناك حماس الموجودة في قطر إلا أن لبنان ليست غائبة عن الدوحة وإن كان لا يوجد لديها ممثل ولكن الذي فهمناه بأنه بعد انقضاء المحادفات في الدوحة سوف يذهب وفد إلى بيروت وذلك لإطلاع الجانب اللبناني حول مجريات هذا الحديث مع الجانب الإسرائيلي لأن هناك رغبة أمريكية بأن يكون هناك شيء في الأفق صفقة مؤقتة صفقة صغيرة كبيرة قبل الخامس من نوفمبر أي قبل الانتخابات الأمريكية وهذا ما يسع له الجانب الأمريكي إسرائيليا حديث آخر يدخل في هذا الموضوع يعطوه دية لكمالهارس في الانتخابات يعني هذا سجال آخر ولكن الذي يحدث الآن في الدوحة بأن هناك مصران الأول هو المصار الورقة المصرية الجديدة التي تتحدث عن يومين مقابل إطلاق أربعة محتجزين إسرائيليين وعدد من الأسرى الفلسطينيين وإيقاف للعمليات الحربية وسحب القوات العسكرية الموجودة في منطقة الشمال أو المصار الثاني الذي هو مصار شهر يوليو عندما كان هناك الورقة الأمريكية المقترحة والتي كانت تتحدث عن المراحل الثلاث والتي بالمجمل حتى المرحلة الأولى هي أوسع من مرحلة الورقة المصرية الجانب الفلسطيني أميل إلى هذه الورقة وهي الورقة الأمريكية ويراهي أن يمكن أن تكون مفيدة أكثر الجانب الإسرائيلي أميل إلى الورقة المصرية كما قال بن يمين نتنياهو خلال جلسة مع إعضاء الكنيسة الإسرائيلي من حزب الليكود حيث قال وقته بس لأن هذه لربما سوف تكون فرصة أفضل الحديث حول وقف اطلاق النار وإطلاق مجموعة مقلصة من المحتجزين هذه المرة الأولى التي نسمع فيها نتنياهو يلمح بأنه مع أن يكون هناك موافقة ولكن الشيطان في التفاصيل وفي المفاوضات التفاصيل كلها هي تفاصيل سوف يعود برنيع لعله حتى وصل إلى إسرائيل سوف يجتمع مع الكابنت الإسرائيلي ويوضح لهم ما الذي تم التوصل إليه طبعا سوف يكون هناك تصويت داخل الكابنت الإسرائيلي بينما أو ضد سواء حول الورقة أو المصاري الأول أو المصاري الثاني وبعدها إما المضي قدما أو الرفض أو الذهاب إلى جولة أخرى وهنا الحديث عن جولة سوف تكون في القاهرة وليس في الدوحة أي جولة التفاصيل أين سوف يخرجوا؟ من الأسماء؟ هل سوف يكون هناك قوات في منطقة بيتحنون؟ بيتلاهي؟ أم أن كل القوات سوف تنسأ؟ كل هذا سوف يكون في القاهرة وذلك لإتمام هذه المسألة الشيء الوحيد الظاهر للعيان هو أن يحي الصنوار الذي كانت تتهم إسرائيل بأنه هو العقبة وهو الرافض وهو المتشدد يبدو بأن هذا ما زال مستمرا هذا النهج لأن الجانب الإسرائيلي يقول بأن حماس ما تزال لغاية الآن حتى بعد اغتيال الصنوار مصممة على أن يكون هناك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من محور فريدلفيا وأيضا من منطقة نيتساريم وبلا شك انهاء الحصار المفروض على جباليا وبالحديث عن جباليا الجيش الإسرائيلي اليوم أخرج اللواء 460 إلى خارج قطاع غزة مع استكمال قوات جفعاتي لواءين وأيضا لواء 401 دبابات في المنطقة ولكنه يقول بأن العملية العسكرية في جباليا قد انتهت لماذا مهم أن نربط ما يحدث مع الشمال ومع الجنوب أي مع حزب الله والمقاومة الفلسطينية لأن المصار السياسي الآن بات أكثر وضوحا بأنه من الصعب أن يكون هناك فصل بين ما يحدث في لبنان حتى لو كان نبيه بري مع وقف اطلاق النار ولكن ذلك يبقي ورقة بأنه لن يكون ذلك إلا بوقف اطلاق النار في المنطقة الجنوبية أي في غزة أي أن لبنان لن يمضي قدما في وقف اطلاق النار دون أن يكون هناك وقف اطلاق النار في غزة وإن كان لفترة محدودة ولهذا يلعب كل المفاوضين على فكرة أن المرحلة الأولى هي الأهم هي فكرة وقف اطلاق النار المرحلي لإتمام المرحلة الأولى عندها يمكن أن تنسحب لبنان